هل اثنان الطفول هذا لكن العديده بالكالجاري والاكعاري المثانين كانت أن ي支持 الكالجاري والاكتر وهو المنزلات ما من الاجابيات ؟ الجنران و السربيات وزارة Rebel وزارة أياما ولقد سابقنا الفيديو كما يريد ما مشارك المراج وزارة الوزق اليوم في هذا الفيديو سأعطيكم سر كالغري ونعطيكم الإيجابيات والسلبيات نرى الإيجابيات والسلبيات لأن كل ما يخرجونها ما هي الأسباب التي تتعلمون هنا وما هي القضية الخاصة وما هي الأشياء التي لا نعرفه اليوم سوف نرى هذا الفيديو ولكن قبل أن نبدأ فرقاتك سبسكرايب جديد لا تخسرت شيئا فرقاتك سبسكرايب وما هي الأشياء التي تتعلمونها كما يمكن أن نبدأ الفيديو على بركة الله كالغري هي واحدة المدينة التي توجدها 1.4 مليون من السكان رابع أكبر مدينة في كندا وثالثة أكبر مدينة أو أكثر مدينة مدينة في كندا حيث أن هناك 120 لغة في البلاد وأول مدينة ليس ميساء في كندا تستطيع أن تكون غريبة تقول ألبردا أو كالغري لديهم تلوجات لديهم الجو قاسح قليلا ولكن الجو يكون قاسح فيها ولكن كالغري تعتبر أكبر و أكثر مدينة ليس ميساء في كندا 333 يوم في عام يعني تقريبا إلى عام كامل تكون الشمش مدينة الزوينة جو ديها نقية جو ديها جميلة ومدينة اللي نقية التي تتفرش فيها بإنستغرام أخرج مرار من تكرار أصدقائي ولم تلقينا الزبل لدينا الزبل في الأرض مدينة اللي نقية تعتبر من أنقل مدن في العالم ثالث يوجد المبلي جميلة القرى الأرضية مرى مرة أستريا نمسا ومرة دينمارك كالغري هي الثلاثة العالم من ناحية المعيشة تعتبر خلال الكراء ومظرات كما نظر على هذا المكان يصبح بـ 1200 و 1400 و 1500 دولار أمام المكان الذي يصبح بقيامة جيدة لـ 1.800 صغيرة ونظر على المكان يصبح بـ 1700 و 1800 على حدثة ولكن مقارنة مع تورانو و مونتريل تعتبر من أرخص المدن في كندا يعني هنا تقدر تلك الشكل كامل الذي تبغي وكيين في المدن الكبار بحالة تورانو و مونتريل و مفرر لك هنا ، أريد أن العمارات و بارك و بارك و بارك و بحالة و كذلك فرص الشغل ، حيث أن أكثر من 50% من الناس الذين يملكون هنا الذين يعملون و يشدون في بوست الـ management عمرهم يمكن أن تفوق على الصناع يعني قراب من عمرهم يعني هذه هي فرصة لها كالقرية و مدنة لـ young families و مدنة لهم الصغير الذين يريدون أن يتمحوا و يفعلوا الكارير هنا كالقرية و مدنة قريبة الـ rocky mountain قريبة من الأحسن بلاصة في هذه الطبيعة في العالم بشهادة جوجل و شهادة المجلات في العالم و مدنة الـ rocky mountain و مدنة قريبة الـ 50 دقيقة بالضبط يعني قريبة الى الأجواء التي يملكها كالقرية تميز بالـ hills مدنة التي في الصيف تكون فيها استهارات تكون فيها واحد من أكبر الفيتيفال في نورت أمريكا وهو ستامبيد ستامبيد هو أحد الفيتيفال الـ next level هناك من أجل الـ أي شيء تتعلق بالثقافة من الـ Canada والثقافة من الـ Alberta تكون في ستامبيد و يكونوا ملايين من السياح لأن تكونوا فيها مجرد قال الفناديق تكون fully booked يعني لا تجد غرفة لك فناديق كل شيء كل رسطوران يعني السريك تكون مبلا أو أحد الخطوة من المعنار تكونوا في 불مين تكونوا في الزراجات تكونوا في مجرد تكونوا في زراجات تكون مجرد قادمة من الصيف تكون الخدمات تكون الإخدام تكون الـ کیولادة تكون ليس بتحتاجة بمجرد تكونوا في السهارات تكونوا في الجهد يعني إلي بكل مدينة تقاعد يعني فرص العمل يكبرونه سنرى الملوكيب بوزيتيف كالغريس قريبا 70% لا إيجابيات و 30% السلبيات التي سندخلها فيها دابع الهوام ترافيك المدينة عمرات و ستتعمل و ما زال مع مدينة مقارنة مع الموضة الأخرى حيث كان الأرض كان بنيه 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 كان من الداخل كان بالنفط يعني يجبك تشريعه في دولار يعني تماما عادي شيء آخر إيجابي نختم بها قبل أن أرى هذا الفيديو هي الترانسبور الترانسبور في الطنوبيل مهم ومثال ولكن كيف يحصلون؟ يحصلون بشكل ترانس إذا كنت مهاجر جديد، كنت مهاجر جديد، كنت تقرأ، كنت مهاجر جديد 120 دولار في شهر الآن يجبك ترانس بطنوبيل 150 أو 175 يعني 110 أو 120 مناسب لجميع ويجبك ترانسبور بل مجان في الداونتاون كور السنتر فيل تران فابور يعني تران بل مجان لا يوجد الكثير أتمنى في هذا الفيديو أعطيتكم أعطيتكم الأشياء في هذه المدينة أتمنى أن نفتك ويجبك ترانس بطنوبيل مهمة في حياتك ويجبك تكون مناسبة لك هذا أول بلان كان معكم أخوكم اعتمال لا تنسوا أن تشجعونا بشكل لايك وسبسكرايب لكي أشترككم الجديد والسلام عليكم شكرا